هذه صورة الشاب المغربي إسماعي الحميش وعمره الآن عشرون عاماً مثل جميع الشباب في عمره يحب الحياة مقبل عليها لديه أحلام وطموحات وربما خطط لمستقبل مزهر وهذه صورته منذ خمس سنوات يمضي أوقات ممتعة في رحلة إلى الشاطئ المغربي يتسلفن في الماء مع ابن خاله كما يفعل جميع الشبان انتقل أيمن من مدينة أهله مدينة السعيدية إلى فاس لدراسة المرحلة الثانوية وسكن عند عمته في تلك السنة أحس في ألام بالرأس خضع لتصوير شعاعي في الدماغ تحايل لمعرفة النتيجة فظهرت بأنه مصاب بنوع نادر من السرطان سرطان؟ ما زنت صغيراً على السرطان؟ قال في نفسه يعني كم بقي في عمري؟ ماذا عن أحلامي؟ ماذا عن طموحاتي؟ هل هناك علاج له؟ العلاج الكماوي رهيب جداً يؤد إلى تساقط الشعر تخيلوا حجم التساؤلات التي مرت في ذهنه لدى تلقيه الخبر طبعاً انعزل إسماعيل ودخل في حالة اكتئاب شديدة لأنه مقدم على مرحلة العلاج الكيميائي وأثاره الجانبية والنفسية كيف سيتغير مظهره؟ فقرر مواجهة المرض بشجاعة لم ينتظر الكماوي لكي يزيل له شعره إنما أزاله بيده وأمام الجميع على الرغم من الصعوبة صعوبة الأثار الجانبية لهذا العلاج كان دائماً مبتسماً عزاؤه في ذلك أصدقاؤه من المرضى الذين كانوا يجتمعون في نفس المشفى كانوا تسعة كانوا يجتمعون لتلقي الجرعات هذا كان آخرهم اسمه عمر عمره 18 عاماً إلا أنهم جميعاً توفوا الواحد تل والآخر وحتى عمر كان آخرهم لم يبق منهم على قيد الحياة إلا إسماعيل وبدأت الإشعاعات تنتشر حول وفاته فأمسك بالهاتف وخاطب متابعيه ما يدفعك صحية بسبب أنني صمت وكذلك فأنتظر والصديق قد توفى ومنطحر كانوا يصبح بسرطان ويوجدون فأمر بشكل كامل ومسك بالأخذ ويوجدون فأمر بشكل كامل ولم يسمعون أن الموت فأنتظر أن توفى لأنتظر أن تتشح الله أرحمكم المريدين لماذا أرى هذه الخبرات؟ وقفوا أرى أمرت أمرت بهذه الخبرات الله أمرت أمرضوني أمرض وشد الفراش وكي قتل في الواحد اسماعيل توفى وبزاق ليلة بزاق عيت نظر بغيت ندير الباحة للايد ما قدرتش رغم مرضه كان يد أبو اسماعيل على زيارة مرضى السرطان من البالغين ومن الأطفال أيضا فقط لتشجيعهم لتحفيزهم لمواجهة المرض ثم دشن صفحة على فيسبوك يدون فيها يومياته وصراعه مع المرض ثم تحول إلى محاضر تحفيزي في الجامعات يشارك في الندوات التوعوية فأخذت صفحته على فيسبوك جائزة أفضل صفحة عربية لسنة 2018 ومؤخرا ذهب إلى المحكمة محكمة البداية المدنية وقع وثيقة للتبرع بأعضائه كلها كلها بعد وفاته وها هي صورته مبتسما والوثيقة بيده وها هو معي إسماعيل حميش من رباط مرحبا بك يا إسماعيل شرفنا في البرنامج بداية يا إسماعيل ما الذي دفعك لأن تقدم على هذه الخطوة تبرع بالأعضاء شكرا أول لك أحمد على التقديم شرفت بمروري معك هو المبادجة التلقائية أصلا يعني كانت نيتهي المساعدة لأنه أنا مرت من أزمات وعارف الوضع يعني شو ناس يعني مستعسية ماديا بشوف ناس محتاجة لأعضاء يعني هيك الأبناءها لأهاليها وما بتقدر مشان تتنيهم وأنا لك جاتني الفكرة يعني مبادرة للأله يعني صداقة جارية والروحين اللي بتروح عند الله يعني الجسد راح يأكل ويأكل ويأكل ودول كيف ما نقول بالمغربي بتمنيت أنه هاي المبادرة بتعجب ناس والحمد للتلقية إعجاب كبير وكانت فكرة دينية صالحة لأله وهيك طيب هناك مثلا بعض يقول لك أنه التبرع بالأعضاء ليس وارد دينيا ماذا تقول لهم هو الله عم يقول فمن أحياها كأن من أحيا الناس الجميع هو دين دين يسر والنية صالحة يعني بالقلب ونحن عم نعرف أنه الله يعني هو عنده عباده يعني يعلم بنيتهم والله عالم بنيتي شو نية صالحة نية عتق رقبة نية صدقة جارية وهيك والحمد لله الله هو وليه ولما روح عند الله راح يجزيلي اسمح لي أن أسألك عن كيف يعني تقضي أوقاتك كيف هو وضعك الصحي الآن كيف تتعامل مع المرض مع العلاج بتعمل معها بكل ابتسامة بكل فرحة وعم أقولها للناس كلهم أنه الأزمات ولما تكون لواحد ذلك بتوقعها هي الأزمة هي المرض نفسها هي السرطان لما بتشارك ناس لما بتجالس ناس لما بتحكي شو بقلبك يعني بتغير وأنا الحمد لله هكذا هلأ بتمثل للشفاء بنسبة 80% والحمد لله الكيموي وقفته أشياء وقفتها عم بعمل هيك كنترول محالي والحمد لله بتدريجي رح صح ورح بنتصر على السرطان إن شاء الله إن شاء الله طيب يسماعيل يعني لا بد أنك مررت في فترة صعبة عند تلقيك هذا الخبر لكن تواصلك مع الناس وصفحتك على التواصل الاجتماعي والناس يعني تتصل بك وتبدي إعجابها بشجاعتك هل هذا ساعدك على التأقلم مع الظروف الجديدة أنا أقولها دائما أن الحافظ النفسي ولما تكون نفسيا يعني مرتاح بتضحك بتنسي الهموم أصلا أصلا الدواء أصلا الكيموي رح بيتناسج مع الجسم لأن الحياة ما بصعاب نفسك اللي هي صعاب وعقلك يعني لما بتيح نفسك إنك بتخرج بتسافر بتلاقي ناس الفرحة الفرحة والحافظ النفسي هو اللي بيساعد في الحياة طيب والحمد لله اللي عملته هاي الخطوة الإيجابية أنه تحت نفسي أني بتعرف عن ناس وحافظني كتير طيب بالنسبة للذين يسمعونك من الذين يعانون من هذا المرض إذا أردت أن توجه رسالة إليهم ماذا تقول لهم أحسن التجربة اللي أنا عشتها هو الحافظ نفسي أنا عارف أنه سرطان بيحجزك يعني كتير أفكار سلبي ما تتحل السرطان من نوعي غلبك في مشاكل أكثر أكثر من السرطان الدنيا كلها مشاكل كلها عقبات هاي امتحال عند الله كل واحد مشاكله بس ما تخلي نفسك إنك مستقر بوضع يعني حاول تتجاوز حاول تخرج حاول تضحاك حاول تفكر بأهلك إنهم يمتضرونك يعني خلي نفسك على حالك والحمد لله الله رح ينزل العفو على كل واحد إن شاء الله شكرا لك يا إسماعيل حميش كنت معي من الرباط اشتركوا في القناة